يا أم حمادة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزيك يا شيخ محمد الله هي يسلم خطرك اتفضلي اللي هي معلش بقيت متأخرة وبقاء لله سبحانه من له الدوام اتفضلي الحمد لله بقول لك يا شيخ محمد أنا أخت جوزي دعت علي وعلى أولادي طيب قالت لي روحي لا يتحرق قلبك على عز مليكي طيب فأنا تصدمت وقلبي ولع ليه قلبك ولي عليه عشان دعت علي أولادي ما تدعي انت ظلمها ولا جيت جنبها دعت فين يا محمد طيب وقللها بقلت لها رسالة دلوقتي وقللها الشيخ محمد بيقولك ايدي علي في الحرب ما تدعيش عليها هنا الخوف ممن ظلم انت ظلمتي أبدا أسأتي أبدا خلاص ربنا قال لي سيدنا إبراهيم كده وعزتي وجلالي لو استجبت دعوة كل مظلوم على كل ظالم ما أبقيت على ظهرها من أحد إذا كان المظلوم ربنا ما بيستجبش على كل ظالم بيدله فرصة بيدله فرصة عشان يتوب ويرجع ويرجع الحقوق فما بالك ولو في ناس كده ربنا يعافينا ويعفو عنا سيئة اللفظ ربنا فينا شرها معه دايما أبويا الله يرحمه كان يقول لي ايه روح الله يجعل في بؤك جوهرة وفي لسانك سكارة وربنا في القرآن في صورة البقرة قدم قوله وقولوا للناس حسنا على وقيموا الصلاة وقاتوا الزكاة تخيالوا قبل ما تصلي وتزكي ربنا بقولوا وقولوا للناس حسنا قولوا كلمة طيابة استقبلوا الناس ففي ناس كده فيه إخوات كده ربنا يعافيكم فيه واحدة ما تعرفش تقول خير أبدا فيه واحدة ما تعرفش تقول اللي تدعليك تسيء إليك تخط فيك فتدعي تدعي ما تدعيش هنا تدعي في الحرم خلاص ليه لإني ما عليك إش اعتاب ما عليك إسمع الله منه هو ربنا مش مطلع من الظالم ومن المصدوم خلاص ربنا يخفل لنا ولها ويعني يختم لنا وليك بالصالح أختنا بتقولها السلام عليكم هل يجوز إعطاء الزكاة لأمي أو لأخي أخونا أو أختنا أنا عايز أقول لكم إن السؤال ده أنا باعتبره من قبيل قطيعة الرحم أو الله والسؤال ده بيقلمني جدا ومعرفش كذا مرة أقول لهم ما تجيبوا ليش السؤال ده لكن بيجيني بردك السؤال ده يا مسلم يا عاقل بعيدا إنه في الشرع يجوز إذا كانوا مستحقين لكن بالله عليك هسألك سؤال واحد أو هسألك سؤال واحد الصدقة أوساخ الناس الزكاة معلش اللفظة صدم شوية استحمليني أوساخ الناس فأنا أروح الدبوية أو أمي أو أخوية وساختي في صورة التوبة ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم تطهرهم عكس الطهارة المجاسة يعني إنت بترمي الكذورات بتاعتك والبلوة بتاعتك تروح تديها لأمك أو لأخوك أو لأبوك مش عار عليك مش عيب مش قطيقة رحم دي بنلقى عليك كنت في مرة شرفت بلقاء أستاذنا الدكتور شوق علام مفت الديار المصرية حفظه الله وأطال عمرة وتطرقنا لحاجة زي كده وقال لكلمة جميلة أوش قال لما الإسلام بيقول لك بأشش واغني أخوك واختك وابوك وامك وما طلعش زكا قالت له يعني إيه قال لي يعني معاك يا عم الشيخ محمد 500 ألف اللي هم نصاب الزكا وربعمائة ألف إيه ده أخوك 50 ودي ده 50 ودي ده 20 ودي خلاص نزلت عن نصاب الزكا مش هتطلع زكا شوفوا الجمال شوفوا العطاء هو ده العطاء الصحيح مش لنا نسأل هو شرعا يجوز لكن يؤصفني أن أجيب بأنه يجوز شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة